اشتركوا في القناة وبالنسبة للشروط التي يلزمها بنك السلام على الزبائن للاستفادة من بيع سيارات رونو وضصيا بالتقصير ان لا يتجاوز عمر الزبون سبعين سنة وان يكون دخله الشهر يساوي او يفوق ربعين الف دينار وان يملك الزبون شهادة عمل وكشف عن الراتب لمدة ستة اشهر مع تسديد اقصار شهرية للبنك لا تتجاوز 30% من الاجرى الشهرية وآلن مصرف السلام عن توفير سيارة داسيا ورونو المركبة في الجزائر عبر صيغة البيع بالتقصير حيث سيتمكن الزبائن الذين يستوفون شروط مصرف السلام من اختيار ما بين السيارات التالية داسيا سانديرو ستيب واي اكسترام بمحرك 1.6 لتر بنزين او 1.5 لتر دي سي وصيارة رونو سامبول اكسترام بمحرك 1.6 لتر بنزين او 1.5 دي سي وصيارة رونو كليو فور ليميتد بمحرك 1.5 دي سي اما الملف المطلوب فيتمثل فيما يلي نسخة من بطاقة التعريف الوطنية قيد الصلاحية شهادة ميلاد شهادة اقامة قيد الصلاحية لا تتعدى ثلاثة اشهر شهادة عائلية للمتزوجين او شهادة الحالة الشخصية للغير المتزوجين جدوى الحساب بنكي على مدى ثلاثة اشهر الاخيرة ووثائق او مبررات تثبت مداخيل اخرى من غير النشاط المهني الفعلي وتعهد كتابي للتوطين الاجر في مصرف السلام ممضي من طرف المتعامل ومسادق عليه من صاحب العمل زد على ذلك للاصحاب الاجور شهادة عمل بتاريخ حديث اقل من شهر يوضح عدم محدودية عقد العمل والترسيم في المنصب وكشف الراتب لثلاثة اشهر الاخيرة وكشف الاجور ادرك انتقل الى الملف المهنيين نسخة من سجل التجاري ونسخة من القانون الاساسي للشركات المانوية ونسخة من الاعتماد او التصريح لممارسة النشاط للمهن الخاضعة له والشهادات الضريبية والشبه الضريبية حديثة اقل من ثلاثة اشهر ونسخة من البطاقة الضريبية ونسخة من التصريح السنوي للمداخيل واخر تحديث للتعاملات من السندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسندوق الوطني للتأمينات الاجتماعي ادرك انتقل الى الملف المتقاعدين بيان منحة التقاعد او شهادة كشف الاجر من الضمان الاجتماعي ملاحظة على الكفالاء تقديم نفس الوثائق لفتح الحساب اضافة الى نسخة من بطاقة التعريف الوطنية او رخصة السياقة قيد الصلاحية وشهادة ميلاد وشهادة اقامة قيد الصلاحية لا تتعدى ثلاثة اشهر وصورة شمسية للمعني ان شاء الله يكون كل شي مفهوم واللي بغي يتأكد من الخبر ستجدون المصدر في صندوق الوصف سلام اشتركوا في القناة